احتفلت رعية مار شربل المارونية في عمان بعيد القديس شربل وذلك في قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران موسى الحاج رعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والأردن بمشاركة كهن الرعية الأب جزيف السويد وحضور كهنة من مختلف الكنائس وعدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية وجمع حاشدا من المؤمنين وحي المطران الحاج جميع الحاضرين الذين أتوا للصلاة في هذا العيد المبارك مشيرا إلى أن كل مسيحيا لديه علاقة روحية مع مار شربل كما ألقى الأب سويد كلمة عبر فيها عن شكره للمطران الحاج على تفضله لرعاية هذا الاحتفال وبمناسبة زيارة المطران موسى الحاج إلى المملكة استضاف مكتب فضائية نورسات الأردن سيادته للحديث عن الوضع الأمني في الأرض المقدسة وغزة وأحوال المسيحين في المنطقة وغيرها من الموضوعات نحن طبعا على وعي تام بالأخبار المتداولة هناك الوضع الأمني وأيضا على الأخص الوضع في غزة فكيف ترى الوضع الأمني في الأراضي المقدسة هناك وأنت نائب البطريركي في هذه المنطقة وأيضا رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة فحضورك للأردن وكيف تركت الوضع هناك مع أيضا كما نعلم تناقص عدد المسيحيين في المنطقة بالنسبة للموضوع الأول الأمني أكيد كل الناس خاصة بفلسطين بإسرائيل وبغزة المتألمة المجروحة الدائمة الناس كلها في عندها هاكي قلق فعندها خوف خوف من الحاضر ومن المستقبل المزوج اللي عنده عائلة شو بده يعمل اللي عنده مدرسة التلميذي والمدارس ما في مدارس اللي لازم يعمل الجامعات شو لازم يعمل بتلاقي هالناس كلها شوي ضايعة القليل اللي هو بيقلك أنا مستقر يمكن الفقير بيقلك أنا ما في مين يروح لمات رح ببقى ولكن بالعموم والوضع اللي عم نعيشه ما فيش استقرار لأنه ما مش مبين الأفق شو هو نحنا بالنسبة لقلنا الأفق هو السلام الأفق هو المحبة الأفق هو التعايش الأفق أنه الحياة العادية الطبيعية هيدا مفقود مفقود عند الكل كل الطواقف كل الأديان يعني وكل واحد عم بكل يوم بيسأل شو حيصير نحنا كمان نسأل هلأ الموضوع التاني بالنسبة لأبنائنا المسيحيين ونحنا الحلو فينا عنا يعني مجلس البطاركي والأسئفي اللي رئيسه اليوم الكاردنال بير باتيستا في تسبالا نعم عنا لقاءات بالسنة مرتين كل مرة يومين وعنا لقاءات أيام بتكون طارقة مثل مصر بأحداث غزة وكمان كانوا عم نحكي عن اليوبيل عن مجمع نيقيا اللي بيصلوا 1300 سنة أو 1500 سنة وعملنا لقاء مباشر مع الكاردنال بيرومو المسؤول لحتى ننسي شو لازم نعمل على الصعيد المسيحي بسمع كتير عيال عم بيفكروا يارد بصلي سافر يارد بصلي هاجر بقى نحن وقت نسمع هايك بنتقلم هودوا ليه بنا وهودي يعني بالنسبة لأنه هن الكنيسة شعب الله يعني عم بيتناقص أكيد دورنا نشجعهم يبقوا دورنا نقللوا أنه نحن عنا رسالة عنا هوية هاي الأرض المؤدسة هاي أرض المسيح هاي أرض البشارة وارد الأنبياء كمان شعب الله ولكن هاي دي هي الأرض يلي أنت الأولى أنك تحافظ عليها وتبقى فيها ولكن نحن ما بيغيب عن بالنا أنه هودى كمان عيال عندهم اللي يكبروا بيخافوا عليهم بنيعنوا مستقبل لإلهم ما فيهم دايماً يعيشوا بالخوف وبالقلق ما بتعرف أي ساعة على سماح الله بيصير فيه أصف قائمتي بيصير فيه ضرب وكمان عمنا خاصة بالأرض المؤدسة وللأسف بين بالمناطق العربية مترح ما فيه وجود أكيد إخواننا الإسلام ومع المسيحيين عم بيصير فيه كتير خاوة وعم بيصير فيه كتير عصبات عم بيصير فيه كتير يعني ناس بتأتل لناس صار رايح ستين سبعين شخص تشوفوا فيهم يعني وكلهم انتقامات يعني من كل الطوايب هيدا شي عم بيخلينا نتألم وبعدين فيه كتير أشخاص متمولين أغنية من إخواننا المسيحيين أو المسلمين وغيره عم بيحاولوا يفلوا لأنه عم بيضغطوا عليهم وتتحس أنه للأسف يمكن أيام الدولة مش عم تقدر تضبط الوضع وهيدا عم بيأثر بيقلك إذا أنا فيش ضبط للوضع ما في عندي أمن أو حدا يحافظ علي بيحمل حلو بفل وتحتى أنا عيش برواء يعني أنا الإنسان مفروض أنه يعيش بسلام العيش عطول على أعصاب وبخوف مش طبيعي حيث الطبيعية تقريبا تقريبا مفؤودي هلأ الأشغال بعد فيه الحركة موجودة ولكن مثل ما قلت لك تحت سقف خوف خوف وألأ من ماذا ننتظر اليوم غير ترجمة نانسي قنقر